اشتركوا في القناة اتعرف اعظم كلمة واثقل كلمة في الميزان يوم القيامة فلا ستقول بلا اقول لك هي لا اله الا الله لا اله الا الله واليك بعض هذه الاحاديث التي تبين انها عظيمة 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 فهي كلمة الاخلاص وكلمة التقوى والكلمة الطيبة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة من قال لا اله الا الله مخلصا دخل قال وما اخلاصه يا رسول الله قال ان تحجزه عن محارم الله من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة قال وما اخلاصه قال ان تحجزه عن محارم الله الله لأن كلمة حية إذا عرف الإنسان معناها أنه لا إله في الكون بحق إلا الله ولا يعبد إلا هو بحق في الكون سيكون الإنسان حينها مؤتمرا بأمره يخافه فلا يعصيه فإخلاص الكلمة أي أنها تحجزك عن محارب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة الله 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 عند الموت أيضا من ثبته الله على أن تسيل على لسانه في تلك اللحظات العسيرة فذلك دليل حسن العاقبة دخل الجنة ولو زنى ولو سرق كما في حديث أبي ذر على رغم أن في أبي ذر الله اسمع إلى هذا الحديث حديث البطاقة يؤتى برجل يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيخرج له تسع وتسعين سجلا كلها ذنوب وليس له حسنة فيقول الله لا بعد أن وضعت السجلات في كفة السيئات هل لك من حسنة؟ فلا بيذكر شيئا فقال الله إنه لا ظلم اليوم فأخرج بطاقة فقال وما عسى هذه البطاقة أن تغني مع تسع وتسعين سجلا كلها مسودة بالذنوب على مد البصر قال الله لا ظلم اليوم فوضعت في كفة الحسنات فطرشت بهن أتدلون من الذي فيها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لو وضعت السماوات السبع في كفة لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة ورجحت بهن فعليك بها داوم عليها انكرها لا يفطر لسانك بها فلا إله إلا الله